اهلا بكم في الفيديو التاني من سلسلة استخراج فيزا ايطاليا معاكم الرحالة حسان مختار في الفيديو اللي فات اتكلمت عن الموعيد والموقع الرسمي اللي بتدخل بتحجز من خداله الموعد بتاعك في فيديو النهاردة هتكلم معاكم عن الورق المطلوب لفيزا ايطاليا وطريقة تجهيز ملف الشنجن شوف الفيديو لحد الاخر واسمعه كويس عشان فيه قوانين جديدة حطها السفرة الايطالية منها ان اللي ما بيشتغلش في شركة او شغل شغل حر فريلانسينج معاه فيه من خطاب العمل وهشرح لكم الموضوع ده بالتفصيل في خلال الفيديو النهاردة وبكده تبقى السفرة الايطالية اول سفرة في اوروبا تقبل حد يسافر بدون خطاب عمل وخليته اختياري قبل ما نبدأ في الورق المطلوب اعمل لايك للفيديو واشتابسكرايب للقناة واعمل شير للفيديو مع كل اصحابك عشان يستفيدوا بالمعلومات ده اول حاجة هي الابليكيشن فورم بتاعت السفرة الايطالية وفيه معلومة هنا ناس كتير جدا فاهمينها غلط ان هم فاكرين ان هم عشان يخدوا معاد من السفرة لازم يملوا الفورم الاول ودي معلومة مش صحيحة ادخل على الفيديو اللي فات وعلى الموقع الرسمي احجز الموعد من غير ما تملى الابليكيشن فورم الفورم ده انت رازم تملاها وتقدمها يوم الموعد بتاعك مش محتاجها قبل ما تحجز الموعد بتاعك تملى الفورم وبتحط عليها التاريخ ولازم تحط عليها الامضة بتاعتك تاني حاجة تكون صورتين شخصيتين شبه بعض وتكون صور حديثة تكون متصورة في اخر 6 شهور فقط ولازم تكون الخلفية بتاعت الصور خلفية بيضة زي صور الباسبور ثالث حاجة باسبور ساري ويكون ساري لمدة 3 شهور بعد عودتك من اوروبا ولازم يكون فيه صفحتين فضين على اهل في الباسبور عشان يحط عليهم الاختام بتاعتهم ويحط عليهم الفيزا بتاعتهم زاقت ان انت بتقدم صورة بتصور الباسبور وتقدم منه صورة معلومة لحد دلوقتي الطلبات سهلة وبسيطة وما فيهاش اي مشاكل لكن من الفورم ديت هات صورتين شخصيتين هات باسبور ساري 3 شهور ويكون صورة من صورة الباسبور فالحاجات دي كلها بسيطة وسهلة واي حد يقدر يعملها السفارة الايطالية طلبة كمان صورة من فيزة اتحاد اوروبية اللي هي الشينجين او فيزة من امريكا او فيزة بريطانيا انت سافرت بيها في خلال السبع سنين اللي فاتوا اي سافرية سافرتها للتلات اماكن دول خلال السبع سنين اللي فاتوا لازم تجيب صورة من الفيزة بتاعتها لو انت ما سافرتش اي حاجة من التلدة دول يبقى محتاجين مجمع سرتيفكت او شهادة المجمع اللي هي شهادة التحركات ودي زمان كنا بنسميها شهادة المجمع عشانك بتطلع من المجمع اما دلوقتي شهادة التحركات بتطلع من العباسية من ادارة الهجرة والجوازات في ميدان العباسية مقر كلية شرطة قديما بتروح هناك بتقول انا عايز شهادة التحركات للسبع سنين اللي فاتوا وبتقدر تستلمها وبتيجي تحطها ترفقها مع الملف بتاعك وانت بتقدم في فيزة شينجين ايطاليا ده للشخص اللي مسافرش اي دولة من الدول الاتحاد اوروبا او امريكا او بريطانيا في خلال السبع سنين اللي فاتوا اما لو كنت سافرت اي حاجة من التلدة دول بتجيب صورة الفيزة اللي دخلت بيها واي فيزة دخلت بيها لازم تجيب كل الفياس اللي دخلت بيها خلال السبع سنين اللي فاتوا وساعتها ما بتحتاجش الورقة بتاعت شهادة التحركات من العباسية ندخل بقى في حجز الفندق وهنا الموقعونين اختلفت عن زمان زمان كنت بتجيب له اي حجز فندق مبدئي او اي حجز فندق غير مدفوع ورفاندبل وفري كانسليشن وكنت بتقدمه له لكن المرة دي لا هو طالب حجز الفندق يكون مؤكد ومدفوع فما نقدرش نجيب له دلوقتي في سفارة ايطاليا غير حجز مؤكد ومدفوع والنقطة دي تتركز عليها قوي لان معظم شركات السياحة لما تجيب تقدم معاهم مش هيدو لك حجز مؤكد ومدفوع لسفارة ايطاليا ولكن اللي هما ماشيين بالقوانين القديمة خلي بالك لازم تمشي بالقوانين الجديدة اما هتترفض ان انت الحجز بتاعك يكون حجز مؤكد ومدفوع ودي قوانين الجديدة لنزلة تبع سفارة ايطاليا طب في حالة ان انت مش ساكن في فندق وهتسكن عند صديقك اللي عاملك دعوة في ايطاليا او صديقتك اللي عاملك دعوة في ايطاليا فتعمل ايه؟ هنا مطلوب اصل خطاب الدعوة الرسمي زائد البطاقة الشخصية بتاعت الشخص اللي عاملك دعوة في ايطاليا لو الشخص ده اجنبي مش ايطالي يبقى لازم يديك نسخة من صورة الاقامة بتاعته تتقدم معه خطاب الدعوة الرسمي وبكده يبقى انت مش محتاج حجز فندق انت ممكن تسكن عند صديقك الايطالي او صديقك الاجنبي اللي عنده اقامة في ايطاليا حجز طيران زهاب وعودة وهنا ما طلبش ان هو يكون حجز مؤكد او حجز مدفوع ودي حاجة طبيعية جدا في كل سفارات اوروبا ان هي ما بتطلبش ولا حجز مؤكد ولا حجز مدفوع فتقدر تقدم حجز مبدئي من شركة سياحة بيكلف حوالي 350 جنيه بدل ما تحجز تسكار الطيران حقيقية طيب لو انت حجز تسكار الطيران حقيقية خلاص هتعمل ايه؟ هتقدمها مع الملف لكن لو انت مش حجز تسكار الطيران تقدر تطلع حجز طيران مبدئي من شركة سياحة وتقدمه في الملف بتاعك وما تلاقش الموضوع بيتقبل على طول ان شاء الله التأمين الصحي مطلوب تأمين صحي يغطيك يغطي 30 ألف يورو خلال سفريتك فانت متتخدش من رقم 30 ألف يورو لان التأمين الصحي ده منشتري برخيص جدا اولا التأمين الصحي ده موجود عندك على الباسبور ستيكر اسمه أمان فافتح لوقتي الباسبور بتاعك ودور فيه لو لديت ستيكر اسمه او تأمين صحي اسمه أمان فانت كده مش محتاج تشتري اي تأمين جديد لان الباسبور بتاعك الحكومة المصرية وفرت لنا التأمين أمان وده بيتقبل في كل دول العالم منهم دول الاتحاد الأوروبي طيب لو انت ما عندكش استيكر أمان تعمل ايه تروح أقرب جوازات إليك اللي هي الجوازات اللي انت تابع ليها في عنوان باسبورك وتروح مكتب أمان اللي هناك وتدفع له 350 جنيه وتشتري تأمين أمان وهتلاقي الاستيكر بيتلزق لك على الباسبور وتستلمه في نفس اليوم وتدفع لي 350 جنيه فقط وده يبقى التأمين بتاعك بيغطي 30 ألف يورو في كل دول أوروبا ويبقى كده الموضوع بقى سهل جدا مع تأمين أمان لانه ووفر علينا فلوس كتير جدا كنا ندفعها في شركات التأمين حوالينا العالم عشان نأمن على نفسنا واحنا مسافرين فكده يبقى مشكلة التأمين دي اتحلت بكل بساطة بيقولك حاجة هنا مهمة جدا إن أي ورق هتقدمه كصورة لازم تجيب الأصل للاطلاع وقت تقديم الفيزا بتاعتك يوم الموعد بتاعك فأي ورق أنت هتجي تقدمه وتحط لهم صورة منه لازم تجيب لهم الأصل للاطلاع طيب بالنسبة للعاملين في شركات طلبين منهم خطاب عمل اللي هو HR letter قالك ده بالنسبة للعاملين أما بالنسبة للغير العاملين في الشركات إذا كان أنت لا تعمل في شركة أو أن أنت شغل حر لسه الخطوات اللي جاية هتعرف أنت مطلوب منك إيه فالخطوة دي مطلوبة فقط للعاملين في الشركات مطلوب خطاب عمل خطاب عمل ده لازم يكون موجود فيه تاريخ دخولك الشركة ويكون مكتوب فيه بالزبط أنت بتشتغل إيه إيه الوظيفة بتاعتك وإيه المرتب بتاعك وإسمك بالإنجليزي زي ما موجود في الباسبور ورقم الباسبور بتاعك وطبعا ختم الشركة والإمضاء بتاع الـ HR manager أو بتاع المدير بتاع الشركة وإسم الشخص اللي مضى ولازم يكون فيه معلومات عن الشركة زي اللوغو بتاعها وارقام التليفونات والفاكس والعنوان بتاع الشركة كل دي هيكون مكتوب عندك في الخطاب بتاعك وقايلين يفضل لو أنت عندك رقم تأميني تأمينات اجتماعية يعني تكتبه في الـ HR letter لكن لو ما عندكش خلاص ما تكتبهش طلبين كمان نسخة من عقد العمل بتاعك طبعا هنقولنا ان اي النسخة هتطلب لازم يتكون جايب الاصل بتاعها للاطلاع يوم التقديم لكن هم ياخدوا منك النسخة فقط فعايزين عقد العمل بتاعك اللي شغالين في شركات فقط لكن اصحاب الاعمال واللي مش شغالين في شركات لسه هنشوف هيتطلب منهم ايه طيب بيقولك ليفضل لو انت عندك رقم تأميني رقم تأمينات اجتماعية هتلاهم تأمينات من التأمينات الاجتماعية يفضل لو انت عندك رقم تأميني تجيب التأمينات ولكن هو اختياري لو انت مش متأمن عليك ومعندكش تأمينات مش مطلوب منك ان انت تقدم طيب لو انت من اصحاب الاعمال مطلوب منك ايه مطلوب منك السجل التجاري بتاع الشركة والبطاقة الضريبية ولو انت عامل تأمينات اجتماعية للناس اللي عندك في الشركة مطلوب منك ورقة الشركة في ملف الشركة او ورقة الشركة في التأمينات الاجتماعية لو انت مش عامل لهم خلاص دي اختياري اه كمان مطلوب اه حساب بنكي بتاع الشركة نفسها اه او حساب البنكي الشخصي بتاعك لمدة ست شهور فاتت هنا مطلوب معضل حساب البنكي ده غير الحساب البنكي اللي لسة نتكلم عليه الشخصي اللي هم طلبينه ولكن هم طلبين لو انت صاحب شركة وعندك حساب بنكي للشركة هات حساب بنكي لآخر ست شهور مختوم وممضي من البنك او الحساب لو انت ما عندك حساب باسم الشركة بتاعتك هات حساب شخصي باسمك انت بالنسبة للسجل التجاري والبطاق الضريبية بتجيب طبعا الاصل وبتجيب الصورة بتسلم الصورة والاصل فقط للاطلاع زي ما احنا حكينا من شوية ان اي ورق هتقدم الصور بتاعته نحتاج الاصل بتاعه للاطلاع فقط يوم التقديم بالنسبة للطلبة بيطلب طلب منهم اما قد جامعة اما قد من المدرسة والاطفال تحت سن 18 سنة لازم يبقى فيه موافقة منضية من الاب والام ويكون موجود شهادة الميلاد اما لو في حالة اقل من سن 14 سنة وهيسافر لوحده مش هيسافر مع الاب والام لازم يسافر مع مرافق فبتجيب ساعتها موافقة بتاعة الاب والام منضية من الاب والام وشهادة الميلاد ولازم يحدده الشخص البالغ اللي هيسافر معاه على الطيارة طيب في حالة ان انت بقى ما بتشتغلش او انت ربت منزل او شغلك حر او ما عندكش يعني ورقة من شركة بتقول ان انت شغال فيها ساعتها بتجيب ورقة تثبت مصدر دخلك مصدر الدخل ده يعني مثلا يكون ورقة الوظيفة بتاعة الزوج انت او انت ما بتشتغلش تجيب الاب والام مين اللي بيصرف عليك من الاخر عندك شهادات في البنك بتصرف عليك لازم تجيب حاجة لمصدر الدخل بتاعك ان انت بتشتغل شغل حر مع الشركة فتجيب ورقة بتثبت ان انت عندك مصدر دخل معين مع الشركة الفلانية تجي تثبت لهم اي مصدر دخل ان شاء الله يكون معاش انت بتقبضه كل شهر وتقدر تسافر به او مين الشخص اللي هيصرف على الرحلة بتاعتك فلو حد من اسرتك عمك خالك باباك اي حد هيصرف على الاسرة على الرحلة بتاعتك فانت محتاج تجيب الورق اي ورق يثبت ان الشخص ده هو اللي هيصرف اللي هيماولك فمسلا الشخص اللي هيماول رحلتك ده بتجيب خطاب العمل بتاعه عندك معاش بتجيب ورقة من المعاش بتثبت عندك شهدات في البنك بتجيب ورقة تثبت ان الشهدات دي لها ارباح والارباح دي هي مصدر دخلك بتثبت اي مصدر دخل يقدر يصفرك السفرية ديت ودي اول مرة تتعامل في التاريخ ان هم يقبلوا ناس ما بتشتغلش بس عندهم مصدر دخل او شغلين شغلوا حر وعندهم مصدر دخل ما يدرواش يثبتوا من شركة فبتقدر تثبتوا باي طريقة تانية بيقولك عايزين الورق يكون مترجم ترجمة معتمدة لو الورق ده مش بالايطالي ولا بالانجليزي لو بقى اي لغة تانية يبقى لازم يكون مترجم ترجمة معتمدة وتقدر تقدمه مع الورق بتاعك في الملف بتاعك طلبين كشف حساب بنكي ست شهور يكون مختوم وممضي من البنك ودي نقطة مهمة جدا ان يفضل من ست شهور دول يكون عندك صحب وإداع كتير جدا في خلال الست شهور ما يكونش الحساب ميت او نايم او فجأة انت بتدخل فيه فلوس مرة واحدة وبتطلع وتروح تقدم بيه كل دي عوامل بتؤدي لقدر الله الى الرفط فانت رازم يكون عندك في ست شهور دول يكون فيه فلوس طلع دخلة ومش فجأة تروح تحط مبلغ كبير قبل ما تروح تقدم ودي حاجات مهمة جدا وانت بتقدم الحساب البنك طيب هما طلبين حساب البنكي كام هما مش طلبين رقم معين ولكن مع الخبرة ان انت على الاقل على الاقل يكون عندك خمسين دولار في الليلة ومع الخبرة والاهم ان خمسين دولار او خمسين يورو في الليلة دي لا تكفي برضو ان انت تاخد الفيزا فيفضل يكون فوق ستين او الميت الف ديناية موجودين في الحساب وخلي بالك احنا نتكلم هنا عن حساب جاري او حساب استثمار مش عن شهادات يعني عن فلوس سيلة الفلوس دي تقدر تسحبها من الاتم من الكريدت كارد او الديبت كارد اللي معاك اللي انت مسافر به وتقدر تحطها في الاتم وتسحب منها فلوس لكن الشهادات بنعتبرها حاجة اسمها supporting document يعني عامل مساعد فقط ولكن الاهم عندنا وانت بتقدم في السفارة ان تكون الفلوس دي فلوس سيلة لو تزنقت هناك ولا تقدر الله حصل اي ظروف تقدر تحط في المكانة وتسحب الفلوس او تقدر تدفع في اي مكان بالكريدت كارد او بالتبت كارد بتاعتك وهنا نوصل لاخر طلب طلبينه خلاص وهو كل الباسبورات القديمة بتاعتك لازم تقدمها مع الباسبور الجديد يبقى انت بتجيب كل الباسبورات القديمة تقدمها مع الباسبور الجديد ولو ما عندكش باسبورات قديمة بتضطر تجيب شهادة التحرقات من العباسية اللي احنا قلنا عليها من ادارة الهجرة والجوازات وتروح تقدمها مع الملف بتاعك وانت بتقدم شنجن بالتوفيق ان شاء الله ولو في حد عنده اي سؤال ممكن يسألني في التعليقات وانا ان شاء الله احاول ارد على الجميع ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة واتتابع فيديوهاتنا القديمة كلها وتتفرج عليها وتستفاد معلومات كتير جداً ترجمة نانسي قنقر